اشتركوا في القناة حابب ان انا اتكلم على الظروف اللي صحبت الماتش ولكن طبعاً كلكم عارفين اللي حصل للبعثة من ساعة ما وصلت مطار القاهرة لحد ما وصلت كماسي امبارا طبعاً رحلة شقة فيها معاناة فيها اجهاد لكن احنا عندنا العيبة رجالة والظروف دي يمكن في البعض اتكلم على الظروف اللي حصلت اليومين اللي فاتوا بالنسبة لبعثة النادي الآن احنا مرينا بظروف اكتر من كده نفس اللعيبة مش عايزة اقول من ايام زمان من ايام زمان كان ما احترامنا طبعاً للقارة اللي احنا منها كانت معاناة رهيبة جداً 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 لما بتروح تسافر تلعب في افرق دلوقتي الامور احسن كتير الامور احسن كتير عندنا لعيبة رجالة طول عمر لعيبة النادي الآن اللعيبة رجالة تحط الظروف على جم وانا خلاص بفكر في حاجة واحدة عارف المسئولية اللي علي عارف ان انا عندي تسعين ديئة في الملعب خلاص مفيش حاجة بطلع كل حاجة من دماغي ممكن يبقى فيه جهات بعض الشيء ممكن ولكن اول ما بتنزل الملعب بتبقى انت عايز تطلع كل اللي عندك حتى بيبقى فيه في المواقف اللي زي دي فيه تهيئة نفسية هو طبعاً هو الموضوع كان في يومين ففي ناس قالت ان احنا مستر كولر راح متأخر كان ممكن يوم قبلها ويوم بعد هي وجهات نظر مدربين احياناً يقول لك ايه انا اروح على الماتش على طول عشان الاجواء المحيطة ما تأثرش عليها سلبية بما فيها حالة الطقس الرتوبة والدرج الحرارة والحاجات اللي انتوا عارفين وجهة نظر وفيه وجهة نظر تانية تقول لك اروح قبلها بتلات اربع تيام عشان اتعود على الاجواء مستر كولر قرر ان يروح قبل الماتش بيومين ولكن المطبط ظهرت خلال اليومين دول في الرحلة ظهرت في يوم واحد بداية من عطل هنا في المطار القاهرة وبعدين الحادثة اللي في اكرا لما حصلت للطيار الامور دي ما بنحبش نتكلم فيها كتير لان زي ما قلت لحضراتكم لعيبة النادي الاهلي رجالة كل ده على جنب عندي ماتش ماتش يعني مش عايز اقول حاسم لان انا حاسم حيبقى في الاسبوع الاخير انما ماتش بالنسبة لي يحدد مصير حاجات كتير جدا 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 ماتش النهاردة ان شاء الله التلات نقاط حتطلعنا في حتة مش حتطلعنا احنا اصلا على قمة المجموعة بس هتودينا في حتة خلاص يعني بنسبة سبعين تمامين فيما انت حطيت رجل في دور الستاشر النهاردة المكسب المكسب مهم جدا 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 المكسب سوري دور التماني المكسب مهم جدا للنادي الاهلي اي حاجة تانية مش هنتكلم فيها النهاردة بنتكلم عن الماتش بس النادي الاهلي عايزة ثلاث نقاط ثلاث نقاط وده اللي بيلعب عليه النادي الاهلي دايما مهما كانت الظروف خارج الملعب او داخل الملعب لينا في كماسي يعني سولات وجولات من ايام الجيل الزهبي بتاع كابتن محمود الخطيب وكابتن مصطفى عبدو وكابتن سباة البطل وكابتن مصطفى يونس مجموعة من النجوم اللي حبيبتنا كتير جدا 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 في النادي الاهلي خدوا البطولة او البطولة للنادي الاهلي في كماسي في عقر دارهم كوتوكو لو تفتكروا حضراتكم يعني الاجيال بتاعتنا بقى كان منتخب غانا في فرقة واحدة فرقة كوتوكو دي فرقة رهيبة وكنا بنروح لناك ويتعمل سحر ويتعمل حاجات بالليل عشان ما نعرفش ننام في الفندق ولكن لعبت النادي الاهلي دايما بيحطوا بصمتهم مهما كانت الظروف الظروف زي ما قلت لحضراتكم على جنب خلاص حتى مستر كولر في المؤتمر مبارح قال خلاص احنا مش هنتكلم على الظروف اه كان فيه ظروف صعبة ولكن مفيش اعذار احنا بنلعب على الثلاث نقاط فرقات الفنية كبيرة جدا 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 بين النادي الاهلي وميديام هي مبارا صعبة نتيجة ان ميدياما ما عندوش غير الامل الوحيد النهاردة انه يكسب انه يكسب لو تعاد القاحب الامل ضعيف جدا جدا وكاد يكون معدوم فهو النهاردة طبعا فرقات ميدياما احنا شفناها الماتش الاولاني اللي احنا لعبناهم هنا وكسبنا تلاتة سفر يمكن كانت السيطرة والهيمنة داخل الملعب للنادي الاهلي في معظم اوقات المباراة الفوز اتأخر شوية لحد ديها 65 من الشهود التاني لكن قدر كهرباء واحسين الشرحات وصلاح محسن يجيبوا 3 جوال في 25 دقيقة والنادي الاهلي حسم الامور ساعتها بسلاسية نظيفة النهاردة الموقف مختلف دي كانت اول مباراة دي المباراة الجولة الخامسة وقبل الاخيرة قبل الاخيرة هتحدد حاجات كتير مش بصفة نهائية ولكن هتحدد حاجات كتير واحنا محتاجين السلاس نقاط زي ما هم ما عندهمش امل غير في السلاس نقاط انما النادي الاهلي محتاج السلاس نقاط عشان يأكد زعامته وقدرته بتصدر المجموعة وكذلك زي ما بقول لحضراتكم حط رجله رجل من الرجلين فيه ان شاء الله الدور اللي گئي